رغم أجواءها الحرة والجاف أراد المهندس أزهر أن يجعل مزرعته التي ينشأها قبل ثلاثة أعوام بمحافظة ذيقار تحديا واقعيا إذا استطاع وبدعم ومجهود ذاتيين من زراعة أندر وأغرب أنواع الأشجار متغلبا من خلال خبرته الزراعية على الظروف البيئية القاسية وتمكن من أقلمة مزرعته مع طقس المحافظة ويريد أزهر اليوم التبرع ببعض أشجاره لبلدية محافظته لتشجير الطرقات والمنتزهات بها وأدفاء وجهة جمالية جديدة للمدن أنشأت هذه المزرعة قبل ثلاث سنوات تقريبا بمجهود شخصي وذاتي وكانت بداية تجربة لإدخال بعض الأشجار الغريب والنادر يعني الأجواء الناصرية المحافظة ذيقار تعرف أجواء الناصرية أجواء حارة جافة والحمد لله أغلب الأشجار نجحت عندي هنا بالمزرعة وتقلمت مع وضع الناصرية ومناخ الناصرية وقدرت أكاثرها والحمد لله إن شاء الله عندي مبادرة لتبرع ببعض الأشجار البلدية الناصرية تكون بشوارع الناصرية والمتنزهات بالحداق إن شاء الله الأشجار الموجودة عندي مثلا ليمون المكسيكي وليمون الكافيار البوهينية والبولونية شجرة البولونية والأستركولية والباركنسونية وشجرة القشطة والدراجون فروت والتين الشوكي والتين البنقالي اللعز الهندي اللعز الهندي